السلام عليكم المواطنين كما أنه خاص الشباب المغربي يقدر نعاونه باش ينتج حلول مغربية تتجاوب مع الاحتياجات دينا ونستمره فرص الشغل والاستثمار فأذكرت أولا بالمكتسبات في مجال الرقمانة اليوم المغرب عنده 600 خدمة رقمية للعموم 300 المواطنين 200 مقاولات 200 الإدارة كان أيضا ترسانة قانونية مهمة المغرب تكون تقريبا 13 ألف كفاءة رقمية جديدة كل سنة بلد الثاني في مجال ترحيل الخدمات 130 ألف شخص لخدام في هذا المجال 15.8 مليار ديال الدرهم ديال رقم المعاملات فالهدف ديال العمل الاستراتيجية هو تعزيز المكتسبات وأيضا توحيد الرؤية باش المغرب يزيد يتقدم كتر في هذا المجال فأولا تنتكلمه على رقمنات الخدمات العمومية لماذا رقمنات الخدمات العمومية؟ باش نسهلوا على المواطن على أنه هو ما قاش يحتاجي تنقل الإدارة على أنها تكون شفافية أكتر على أنه يكون تبسيط أكتر هادشي بالطبع غير عاون في الشفافية ونقلل من الفساد فطريقة ديالنا وأنه تكون تسريع لهاد العمل تكون جودة أكتر باش تكون لها ساتيسفاكشون ديال المواطنين والمقاولات وتكون شمولية هاد الخدمات الرقمية خاصة المغربة كلهم يستفدوا منهم فيما كانوا كل شيء المغربة خاصة يستفدوا فبالنسبة للحكمة فتبقى كل وزارة وإدارة هي المسؤولة على رقمنات الخدمات ديالها وزارة انتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع وكالة تنمية رقمية سيعطي المواكبة تقنية المواكبة المادية في بعض المشاريع المهمة تنتابعهم على حسب النج الرقمي ديالهم وعلى حسب الاحتياجات ديالهم الورش الثاني المهم في مجال في هذا المجال وأنه المغرب تنشتغلوا بشيولي بلد منتج للحلول الرقمية لاش يكون بلد منتج للحلول الرقمية بشيكونوا عندنا حلول رقمية مغربية وبس نخلقوا فرص شغل الشباب في جميع أنحاء المغرب فهذا شيء تتم عبر دعم مجال ترحيل الخدمات كيما قل لكم هو مجال اللي الحمد لله عنده إنجازات مهمة فهذا نزيد ونشتغلوا بشيولي يعطي قيمة مضافة أكتر وهذا شيء عبره يكونوا مواهب شابة ويكون عرض مغربي تنافسي الموضوع الثاني هو الشركات الناشئة كيفاش نزيد ونقويهم وندعمهم عبره يكون إطار قانوني ديال الشركة الناشئة الاستخدام كيفاش يولجوء الأسواق الوطنية والأسواق الدولية أيضا تمويل جميع مراحل الحياة ديال الشركات الناشئة والمواكبة ذات جودة بالنسبة للشركات الناشئة تكلمنا أيضا على رقمنات الشركات الصغرى والمتوسطة باش نزيدو الإنتاجية ديالو الاستراتيجية عنده أيضا ثلاثة الدعامات المهمة الدعام اللولى اللي هي بالنسبة لنا هي محرك للتحول الرقمي وأنه يكون عندنا كفاءات رقمية أكتر عبر تكونات الجامعية إعادة التأهيل مدارس البرمجة تكوين عن بعد جميع أنواع تكوينات باش كل شيء المغربة وفي جميع أنحاء المغرب يقدروا إلى بغاو يستفدوا من هاد التكوينات الرقمية وعندنا وعندنا الانترنت في جميع أنحاء المغرب وتكون ذات جودة أكتر وتكون عندها تغطية أكتر لجميع المناطق النائية مجال الذكاء الصناعي وأيضا مجال مهم واللي عنده تواجد قوي في جميع مكونات الاستراتيجية للخدمات الرقمية العمومية لأنه المغرب يكون منتج الحلول الرقمية لفتدعمات أيضا تكوينات في مجال الذكاء الصناعي هاد الاستراتيجية يتم السيارة ديالها بوحط طريقة تشاركية خدمنا مع القطاع العام مع الخطاع الخاص كانوا ديزاتوليه دو تخفاي ليتيقلسوا الناس وجميع الفاعلين ليتيقلسوا دتم السيارة ديال هاد المزور ديال هاد الاستراتيجي اليوم تم تقديم ديالها في المجال في المجلس الحكومي المرحلة المقبلة ان شاء الله هو انها غدي تم العرض ديالها في اللجنة الوطنية الاثنمية الرقمية اللي فيها ممتلين ديال القطاع العام ممتلين ديال القطاع الخاص وايضا خبراء باش يدعوا اللمسات الاخيرة ديالها ان شاء الله بإذنه قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الاعجاب ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة